اشتركوا في القناة نتحدث على طريقة تقديم خلط سفاح طبيعي وما هي الفوائد ديولو بالنسبة لفوائد خلط سفاح فهي لا تعد ولا تفسى وضروري ما تكون عند اي مربي للطيور في خزانة الادوية بالنسبة لطريقة تقديم خلط سفاح طبيعي فهو اما عن طريق المشربية او من خلال حوض السحمام الخاص بالطيور اولا بالنسبة اذا قمنا بتقديم خلط سفاح طبيعي بالمشربية فيفضل دائما استعمال ماء طبيعي مع اضافة اربع قطارات لمرة واحدة في الأسبوع للوقاية بالنسبة للوقاية او ثلاثة ايام متتابعة اذا كان الطائر يعاني من العقل ازرق فهو فعال جدا وبإذن لا يشفى بالنسبة لتقديم خلط سفاح طبيعي للسحمام فهو يمل على ترطيب الريش وتلمعه يساعد في عملية تغيير الريش اثناء فترة التغيير يساعد على القضاء على حشرة الفجر في جسم الطائر كنوضع ملعقة واحدة هذه اللي كتعدل ملعقة بحوض السحمام طيور كناري او الحسون وفي الاخير كنشكركم على حسن انتباه والاسراء والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة